كل من يتجاوز الموقع المرجعي هو عدو للمهدية عليه الصلاة والسلام لأن المهدي قال المرجع هذا هو الطريق النبي صلى الله عليه وآله أرجعني إلى الكتاب والأترة وأمرني أن أتمسك بهما وقال لي إن تمسكت بهما فإنك لن تضل أبدا ماذا يعني؟ يعني إن تركت التمسك بهما فإني إلى الضلالة أذهب بوجهي فماذا قال لي الكتاب؟ قال لي إن جاءك فاسق فتبين لا ترد خبرا كيف أتبين؟ أعود إلى العترة هي التي تشرح لي هذا التبين العترة قالت أعرض الحديث على الكتاب فجئت بالحديث فعرضته على الكتاب فجاء الحديث موافقا للكتاب فما شأني بالطوسي وما شأني بالشافعي وما علاقتي بالصدوق وما علاقتي بالمرجع سين والمرجع صاد إن مرجعيتي محمد صلى الله عليه وآله وإن رسالتي العملية حديث الثقلين وإن طريقة استنباطي هو أن أعرض الحديث على كتاب الله العزيز وأن أفهم الحديث وفقا لقواعد فهمهم هم من خلال ما بيّنوه لي من قواعدهم في أحاديثهم الكثيرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو ديني وهذا هو منهجي وهذه طريقة استنباطي وهذا هو منهج لحن القول ترجمة نانسي قنقر